مرحبا برج الدلو اهلا فيكم الشريكي رانا اندورت راسه عندنا عجلة الحظ ست الخماسيات تحب تسوي اللي براسك وتحب تخلي ايضا الامور مفتوحة في حياتك بدون ارتباط بدون تعلق هذا هي طبيعتك انت يا برج الدلو تفعل ماذا تريد ثمان الثمان الغصان شريكك فهم رسالتك بشكل واضح ولكن يحس ايضا انه مخذول او كأنما ما عندك القدر على الحب ما عاد عندك ثقة في الناس شريكك يرى انه انت فقدت الامل او الايمان فيه حتى وخمس الاغصان انت عنيد ومن نوع اللي توقف للشريكة على حبه برج الدلو شريكك مثل ما قلتلك هو كأنما قاعد ينظر لك من بعيد حتى في فترة الانفصال ويحسدك على الوضع اللي انت فيه ان انت من اكثر الابراد شجاعة تفعل ماذا تريد وما تسمح للاخرين بان يربطوك او يعلقوك خصوصا لما يكون الوضع الموجود امامك ما حسب توقعاتك ما تريده وايضا ما تبي انت ناجح في هذا الشيء فالشريك شوفك ان انت خليت خياراتك مفتوحة عندك خيارات عندك الكثير من الاشخاص اللي يرغبون فيك انت مرغوب يا برج الدلو ودورت راسك انا ما حاول معاك ايضا باكثر من اسلوب باكثر من طريقة ان يتفاهم ولكن ما صار هذا الكلام لان انت كنت واضح قلت ما تعني وفعلت ايضا ما تعني كنت واضح معامل بداية ما ادرفش الاهل مثلا قلت له اذا تريد ان احنا نكمل لازم تسوي كذا كذا اذا راح تسوي كذا راح اسوي كذا هنا عندنا نوع من الفعل وردة الفعل الفعل والنتيجة كنت واضح معامل هو هذا الشخص يعرف يعرف ان الافعال اللي سواها تجاهك اخطأ في حقك احتمال يعرف ماذا نهايتها ولكن ما كان يبدلك القدرة ان يسوي شيء غير اللي سواه ما كان يعني كأنما بالنسبة له كان مقيد لدرجة ان مهما سوا في النهاية راح يخذلك مهما سوا في النهاية راح يخسرك ما كان وضع الخاص يسمح له ان يعطيك ماذا تريد في العلاقة او يستطيع ان يروع عينك لانهني مثل ما قلت لك انت عندك الكثير من الخيارات برج الدالو هو البرج اللي ست الخماسيات يعني له انه دخل الى حفلة كل الاهتمام منصب عليه هو مثل ما نقول نجم الحفلة لديه الكثير من الاشخاص اللي يرغبون فيه فمن سيختار الكل عينهم على برج الدالو من سيختار فانت كأنما ما عجبك هذا الشريك تركت يشوفك ان انت قوي ايضا ما عجبك الوضع معه صار الانفصال وحاليا بعد تستمتع في الحفلة تستمتع في الاخذ والعطاء مع اشخاص ثانين وايضا يراك ان انت ما عطيت فرصة للدفاع عن نفسه على طول احتمال عطيت بلوك نهية العلاقة وممكن ايضا القراءة تكون عكسية اعكسها بما يناسب وضعك مع الشريك لكن هو يحس ان انت هنا ما تفهمت معه وظليت تنتظر منه الزلة بس يخطأ عشان تنتهي العلاقة بالنسبة له يشوف ان العلاقة معك كانت نتيجتها اللي وصلت فيها لحد الان هو الانفصال حتمية ما هي خطوة القادمة يا برج الدلو؟ خصوصا اذا كنتم تنتظرون بجوع شنو بيسوي الشريك خطوة القادمة لا تتوقع خطوة القادمة لان خطوة ستكون بعد فترة جدا ضويلة عندنا فارس الارض احتمال انك يا برج الدلو تتعامل مع شخص برج ترابي عذراء جدي ثور او حتى ناري ولكنه جدا بطيء بطيء ولكن عندما يصل سيثبت وجهة نظره يعني مو قلت لك انما انت هنا في حفلة وعندك خيارات حتى لو ما تحس ان عندك خيارات ترك كل الاهتمام والاعين متوجه نحوك يا برج الدلو عندما هذا الشريك في النهاية بعد زمن طويل يصل الى الحفلة اللي انت فيها الوضع اللي انت فيه رح يدخل ويدخل بقوة ويقول برج الدلو ملكي انا ملكي انا وحدي رح يحاول مدري ليش احس ان هذا الشخص دائما يحاول ان يقيدك انت ما تحس انك مقيد طبيعتك الهوائية مقيدة في حيرة احتمال انه مش واضح احتمال انه من برج الجدي او الحود لانهم اكثر الابراج اللي مش واضحين القمر هو برج الحود اوكي وعدم الوضوح وايضا تأثير برج الجدي على الابراج الهوائية العربة كرت الغصنين كرت الشراكة هذا الشخص خطوتها القادمة قلت لك بعد فترة طويلة رح يحاول عنده نوع من الطاقة اللي دائما يحاول ان يتملكك او يملكك لان انت طبيعتك هوائية منفتح انزين الكل يرغب فيك تفير اهتمام الكثير من الاشخاص وشريكك يلاحظ هذا الشي فهني يريدك انما يأخذك ويحطك في قفص او يحطك في علبة بعيد عن عين الناس رح يأخذه وقت طويل عشان يأخذ الخطوة اللي انت توقعها ولكن عندما يصل رح ايضا يضعك في حيرة ليش؟ لان اقولك يا برج الدلو انت رح تكون في مرحلة خلاص واجهت الواقع وقررت بينك وبين نفسك ان تمضي قدما عن هاي الشخص وتمضي قدما عن هاي العلاقة فارجوعة رح شوي يركب لك امورك في وقت قلت لك وقت اللي انت توقعها ما راح يأتي ده ما يمر زمن طويل وصير عندكم حتى المشيب ووقتها رح يرجع ويرجع بقوة فسيضعك في حيرة لان انت اصلا مشيت مشوار بدونه وكأن ما عندك هني انت حيرة بخصوص الشراكة صار لكم فترة طويلة مبتعدين عن بعض صار لكم سنين بعد اتكلم مع برج الدلو اللي راح تكون له فترة تبتعات طويلة عن الشريك او الحبيب ومن ثم عندما يصل الى حياته مرة اخرى راح يكركب له الامور راح يخليه في حيرة لان اشوفك هنا برج الدلو اصبحت قوي وعازم على ان تمضي قدما وتفتح لنفسك بزنس جديد شراكة جديدة عندك معجبين جدد فرجوع هذا الشخص من الماضي ومن علاقة سابقة راح شوية كركبلك الامور اللي بعدا ما الذي يخفيه الحبيب غامض غموضة غموضة وايضا انت يا برج الدلو انت كارتك كارت النجمة الزاهدة والمتصوف الهرمت يبحث عن النجمة يبحث عن النجمة يبحث عنك ولكن اللي قاعد يخبئه انه راح يأخذه وقت طويل من اجل ان يحصل عليك احتمال الامور متعلقة بشيء مادي بشيء خاص نضوج هذا الشخص واكتشافه لمكانتك في حياته ممكن ولكن راح يأخذه وقت طويل عشان يطلع من هاي الحالة حالة العزلة والوحدة والابتعاد عن الحب بشكل عام ولكنه كثير التفكير فيك يحلم فيك وايضا يرى كوابيس بخصوصك وأسوأ مخاوفه زين أسوأ مخاوف شريكك ان انت تكون مع شخص ثاني دائما كأنما في تفكيره ان انت محاط بالاشخاص محاط بالاهتمام قاعد يفكر من حاليا اللي عندك انت في علاقة حب من حاليا اللي قاعد يسأل عنك موجود في حياتك عنده كثير من هوز في هاي الامور فارس السيور احتمال انه عند نية ان يكمل تعليمه او او يعني يسافر وانه ايضا عنده مهمة خاصة تخص العمل اوكي بداية جديدة ثماني الاكواب هذا الشخص كأنه بينه وبين نفسه قرر لوحده ان انت يا برج الدلو تستحق افضل وتستحق انه ايضا ينضج ويحقق لك استقرار افضل في العلاقة في الزواج استقرار مادي احتمال فكأنه اوهني مضطر انه ياخذ رحلة طويلة عشان يستطيع يوم الايام يجد هاي البداية الجديدة ولكن عنده قلق قلق انه عندما يرجع ويكون مثلا حقق اللي يريد ان يحققه من اموال من نضوج من استعداد للارتباط مرة ثانية من يعالج مشاكل النفسية احتمال ايضا هذا الشخص عنده مشاكل نفسية ما يحترف فيها عنده نوع من الهوس بالتفكير عنده نوع من الوسوسة عنده نوع من الغموض يظهر شيء ولكنه يضمر شيء ثاني مختلف جدا هذا نوع من الهوس النفسي ترى فهو محتاج رحلة طويلة يعالج وينضج فيها اكبر مخاوفة ان يرجع ويلقاك عندك العربة وعنده ثمان الاكواب يرجع وما يلاقيك او يلاقيك مع شخص طاني يلاقيك ذهبت ورحلت فعلا مو فقط من اجل تخويفه ولكن فعلا رحلت سواء لوحدك او مع شخص طاني اللي بعده قراءة الحزة هم السؤال للعزاب من القادم في طريقك ما هي مواصفاته واطبعات العربة مرة اخرى لا تنسى ان في قراءة المنفصلين انت كان عندك العربة كارت المضي قدما التحكم بزمام الامور الغصنين او سوري تكرغتي الكارتات خلاعي تخلطه مرة ثانية خلنا نشوف مرحل ما هي القادم في طريقك الغصن الصغير الخماس الاول شخص يحاول ان يستميلك انت مسهل ان تستميلي بر جدا يحاول ان يدخل الى قلبك يغريك الاغراء لدينا طاقة الاغراء ومشارط الاغراء ممكن يكون بالحب ممكن يكون غزل ممكن يكون بالامور المادية جانبه عندنا الخماسي الاول ممكن يغريك حتى بالارتباط ليش؟ لانه يعرف ان انت مسهل ان يحصل على اهتمامك ووقتك وايضا مسهل ان تقنع برج الدلو ان يكون في علاقة التزام فقعد يحاول اهني اشوف يفكر ماذا يحب برج الدلو ماذا يريد برج الدلو الان من الحياة انا اقدر اقدم له عشان يقبل ان يكون معاك مهما كان الثمن انت قعد تتعامل مع شخص مهما كان الثمن مستعد ان يدفعه وراء اميرة الاغصانة والغصن الصغير يوجد شخص املاق نية كبيرة نية كبيرة شخص راسم عليك انت ومستعد ان باي ثمن يحصل على مستقبل معاك العربة مرة اخرى ملك الارض تسع السيوف كأنما قراءة العلساب قريبة او ترتبط نوعا ما بقراءة المنفصلين اذا انت يا برج الدلو خرجت من علاقة وانهيتها ومستعد لدخول شخص جديد في حياتك هذه بالضبط القراءة من اجلك اهني يقول لك ان انت تحاول ان تمضي قدما مثل ما قلت لك في قراءة العزاب ارجع لقراءة العزاب وشوفها تحاول ان تمضي قدما من علاقة علاقة مع شخص من برج ترابي جديد عذراء ثور تحاول ان تبتعد عنه تحاول ان تهرب مو سهل ان تهرب من هذا الشخص لا تأثير عليك لمكان احتمال في قلبك ولكن اول كرتين اهمى فقط اللي يخصون الشخص الجديد ترى اللي قادم في طريقك خلنا نشوف الشخص الجديد ما هي مواصفاته واطباعه وميته ما علينا من الشخص القديم لان انا اصلا تكلمت عنه في قراءة المنفصلين ارجع لقراءة المنفصلين اللي في اول الفيديو مواصفات الشخص الجديد مواصفات الشخص الجديد مواصفات الشخص الجديد موكي كرت البرج قلت لك مهما كان الثمن مستعد ان يبني او مستعد ان يهدم مهما كان الثمن عشان يحصل عليك قبل ان يدخل حياتك سيجمع عنك المعلومات قلت لك ماذا يريد برج الدلوب اربع السيوف مر بتجارب في السابق نعم وعنده لحد الان علاقة من فصل منها ولكن ما انهاها بشكل كلي تسع الاكواب تسع الاكواب هو تحقيق الامنية هو كرت فرعي لكرت النجمة النجمة هي الطاقة الاصلية لبرج الدلوب تحقيق الامنية هذا الشخص وقعت عيناء عليك من بعيد احتمال حتى انت لم تلاحظه او لن تلاحظه في المستقبل سيلاحظك هو وسيرسم عليك رح يراقبك رح يحاول يعرف لماذا انت ممتنع عن الحب هذا الشخص طاقة شوي تخوف لانه اشوفه يستطيع ان يقراك يقرأ حتى روحك غرع انه عنده احتمال انك رح تتعامل مع شخص هو ايضا هوائي او ذكي جدا اذا كان مو برج هوائي دلو ميزان جوزاء انسان جدا ذكي يعرف يحسب بالملي قبل ان يدخل حياتك ويكركبها رح يكون جدا مخطر ناجح يرسم عليك ولكن بطريقة ذكية في النهاية بدون ان تدرك رح تجد نفسك في وضع معه او في شراكة او في زواج او في علاقة في النهاية هذا شخص مستعد ان يدفع الثمن عشان يحصل عليك ممكن يكون ايضا برج شخص من برج ترابي ولكن شخص جديد او حتى ممكن قاعدة اشوف هني سوناريو شخص من الماضي البعيد برج ترابي سيرجع لك بعد طول قياب بعد اختفاء فترة طويلة سيرجع من اجل ان يحصل على النجمة ان يحقق امنية للطالة ما تمنى وهو ان يكون معك واذا كنت تتوقع وتتمنى شخص جديد تبقى ايضا برج ترابي او مائي هذا الشخص انضج منك سنا وفكرا وهني قاعدة اشوف ان تعليم اقل منك ولكن بكاء وخبرة في الحياة هو اخبر منك عند ملك الارض يمتلك الاموال كريم في الاموال ولكن مرح على طول يغريك بالاموال لان برج الدلو ذكي ما يقع عندك العربة تحاول ان تنضي قدما صح مرح تقع في اول اغراء يصادفك في الطريق لذلك انت تعامل مع شخص ذكي رح يسأل نفسه ما الذي فعلا اقدر قدم لبرج الدلو وما رح يقدر قاومه هل هو الزواج؟ هل هو الحب الشاعري؟ هل هو الاهتمام؟ رح يعطيك اللي انت تتمنى وتطلبه ولكن احذر ان مع هذا الشخص انه جدا طاقة طاقة الذهاء والذكاء احذر ان انت تحصل منه على ما تريد اولا يحقق لك امنيتك بعدين تحقق لامنيتك اوكي؟ وهنا عندك ايضا كارتة عدم التسرع في الحب عليك اول ان تفهم حقيقة هذا الشخص تعرف نواياتك تشفى قبل ان تدخله لحياتك انزين؟ عشان كانما هني السيناريو اذا نجحت انت في التحكم في مسار هاي العلاقة مع هاي الشخص رح تحصل على مرادك واذا ما نجحت رح هو يحصل على مراده انت تعامل مع شخص جدا ذكي انزين؟ مواصفات الشكلية شخص قوي البنية قوي الشخصية يحب ان يكون هو المعيل هو اللي يصرف عليك هو اللي يهتم فيك هو اللي يحط لك البرنامج والموافقات على الامور اللي راح تسويها وهذا ضد طبيعتك الهوائية ولكن هو يحب هذا الشيء يحب ان يهتم فيك وبأدق تفاصيلك وعين على الارتباط او الزواج او ان يكون معاك بتملك عند ايضا طاقة التملك هذا الشخص ما ادري ليش ابراج الهوائية دائما خصوصا الدلو دائما اللي يأتون في طريقة من الابراج الترابية سبب الانجذاب احتمال للطبيعة الهوائية اللي انتم لكها ابراج الدلو قد لك احتمال ايضا انه هو لحد الان في زواج او في علاقة ولكن منفصلين ولكن لم ينهيها بشكل رسمي اوكي اللي بعده قراءة المرتبطين طبعا المرتبطين يمكن يكون مرتبطين في زواج او علاقة او حتى خطوة اوكي اول سؤال كيف يراك الشريك هذي الفترة اذا كنتم متزوجين وبينكم ابناء الشريك يحس ان انت كثيرا تدقق على الامور السلبية داخل المنزل كثير صارم مع الابناء او كثير حتى صارم مع الاهل مع الاطراف اللي موجودة في العلاقة اذا كنتم غير متزوجين فانت قاعد تدقق على افعال الشريك هو يحسك ان انت تدقق عليه لانك مش فاهمة وان كان يراك ان انت اذا اردت يا برج الدلو ان تفهمه ستفهمه ولكنك هناك انا مرافض ان تفهمه ولكن اين سيذهب منك الا اليك معاك يحصل على كل شي في الحياة عندنا كارتين بينون الوفرة وجود كل ما نتمنى الامبراطورة الرخاء اكتمال وايجاد كل شي وايضا الساحر يمتلب كل العناصر العالم برج الدلو الشريك هيرا ان انت ما تحب ان يخليك او ما تحب ان تعيش الحياة حسب معاييره حسب معايير اهله حسب معايير المجتمع انت كأنه مهني قاعد ينظر لك من بعيد ويراك تنجح في كل مرحلة ولكن باسلوبك الخاص بذكاء بان تتصرف ان انت مفكر مستقل تتصرف مستقل الناس كلهم يروحون يمين انت تحاول تروح يسار من اجل ان تكتشف تحب الاكتشاف ولكن فقط الاشياء اللي ما يحبها فيك هذه الفترة انه محتار معاك اوكي لماذا انت ترفض ان تفهمه او ترفض ان تتفهم معه ليش انت شوي سيرعسى بعنيد او اما تسوي للي ابيه او ابتعد عنك عندك هاي النوع من الطاقة كأنه مهني ايضا قاعد تضغط عليه باستخدام اشياء خارجية الساحر ممكن يكون ايضا متلاعب قاعد تضغط عليه باكثر من اسلوب اوقات تضغط عليه باستخدام اهله اهلك ضده الاموال اي شي بينكم التواصل حتى الابناء قاعد تضغط عليه او مش قادر يفهم طبيعتك في هاي الفترة وان كان يشوفك لو ارد ان تفهمه تقدر يشوف فيك الشريك المثالي اللي تمتلك جميع المقاومات اللي يحبها العناد التمييز الرخاء التفكير المستقل ولكن احسك انه مش فاهم الفترة هذي اللي بعد ما هي نقاط قوتك العلاقة نقاط قوتك اربع السيوف قلتلك اساليبك يا برج الدلو اما تعطي برج الدلو انت اساليبك ما تنتهي جعبتك عندك السيف عندك الخماسي عندك الكوب وعندك الغصن جعبتك مليئة بالحيل اللي تقدر تسويها نفذها عشان تحصل على ما تريدها توجد المستحيل لنفسك هذي من نقاط قوتك ايضا ولكن كأنه ما قاعد تستخدمها ضد الشريك في هاي الفترة القوة برج الاسد دائما برج الدلو يعتبر الكاونتر بارت لبرج الاسد ما بقولك العدو اللدود ولكن الشخص البرج يستطيع ان يقف او يواجه قوة برج الاسد لانه متمرد لانه حيله ما تنتهي لانه مسترطاقة ما ينتهي عند علامة الانفينيتي فوق رأسه لانه في الهواء لانه يمتلك السيطرة على عناصر العقل اساليب العقل اساليب الذهاء الذكاء التلون اقدر البس اي ثوب اي شخصية كل يوم هذا ترى من نقاط قوتك ملك الارض مو فقط الهواء حتى عناصر الارض تمتلك السيطرة عليها كأن مشاركك هنا احتمال كبير ان يكون الابراج الترابية جدي ثور عذراء ولكن عيناها عليك عرفت؟ لا يحب احد غيرك ولا يريد احد سواك ولا يستطيع احد ان يجذب انتباهك ما انت جذبت انتباهك هاي من نقاط قوتك وايضا تعرف شلون تخوفه يخاف منك تعرف شلون تخليه خاف او يقلق عندما تحتاج قلت لك هني قاعدة الساحر قاعدة اشوفه معكوس عندما يكون معكوس معناته فيها نوع من طاقة التلاعب طاقة لازم تسوي اللي انا ابي خمس الاكواب المرارة هني عندنا تعرف تخليه يقلق هني تعرف تحسسه بالمرارة الساحر ممكن يطلع او يسوي اي حيلة الحيلة ممكن تكون ايجابية وممكن تكون مخيفة يعتمد على الساحر نفسه طاقة الخاصة انت كانما هني قاعدة تقول لشريكك من نقاط قوتك اما تسوي الامور اللي انا ابيها او الامور اللي من حقي الامور اللي انا استحقها او راح اريك نجوم الليل في عز الظهر هاي النوع من الطاقة من الطاقة تحسسين اما ايجابي اما سلبي تحسسين اذا يقول لك يابرج الدلوم من نقاط قوتك اوكي اللي بعدا ماذا تفعل انك تحافظ على العلاقة او تطورها استعمال انك ايضا شركك من برج الاسد او من الابراج النارية كرت القمر برج الحود العدالة برج الميزان السيف الصغير خمس الغماسيات البرج برج الدلو عشان تستطيع ان تمسك العصى من النص انت محتاج الى التوازن ما بين الطاقة ما بين الطاقة الايجابية ان تعطي الحبيب كل ما يتمنى وما بين الطاقة السلبية اللي رح اقلقك ورح اخيفك ورح احسسك بضعم المرارة اللي انت قاعد تحسسني اياها محتاج التوازن في الطاقة محتاج ان ما تظهر لشريكك الجانب الهواء منك للفترة القادمة جانب العقل جانب الذكاء جانب الحساب جانب التقييم حاول ان تعكس الطاقة تروح الى طاقة الماء هنا انذكرت برج الحود طاقة الماء هي طاقة الحب طاقة التفاهم ممكن انت غلط وانا احاسبك او ممكن اسامحك طاقة الماء هي طاقة التشافي المسامحة خذ الجانب الايجابي في الفترة القادمة مع شريكك لان اشوف في السابق كنت شوي تدقق عليه او تحاسبه او تحب انك تسوي له اسلوب حبة بحبة العين بالعين وهي تنرح من الطاقة عندين ولازم الظل تذكر شوف يا برج الدلو لا تهدم كل شي انت بنيته عندك البرج لحظة انهدام البرج وخمس الخماسية تذكر شغلة واحدة ان انت كما شريكك عندك الكثير لتخسرها في هاي العلاقة انت استثمرت انت ايضا لو حدث لا سمح الله الانفصال انت ايضا رح تخسر مو فقط شريكك مو فقط لان انت تملك جميع الحيل والاساليب والذكاء انت ايضا حقيقة الوضع انه رح تخسر رح ينهدم عندك اساس تعبت عليه دائما تذكر ان انت لا ترغب ان تهدم جهودك مع هاي الشخص ترغب ان تحافظ على الابناء الزواج والارتباط خل هذا الشيء امام عينك عشان تقدر تظهر للشريك طاقة الماء طاقة التفاهم طاقة حتى وان كنت واثق من اخطاء الشريك سو نفسك مش فاهم سو نفسك تلميذ وان كنت فاهم اكثر منا في امور كثيرة خذ طاقة التلميذ طاقة المستعد ان يتعلم ويخطأ مع شريكة لان هاي الشراكة نخطأ مع بعض نتعلم مع بعض افضل ما يكون شخص واحد منكم يترك خارجا احس انه انا لوحدي في هاي الشراكة قبل نتعلم قبل نتعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر